فيه ترشيح لمحمد الشناوي من خلال الكابتن أسامة عبد الكريم مدارب حراس مارمى المنتخب الأولمبي أن يكون حارس منتخب الأولمبي في أولمبياد توقيو القادمة فيه ضمن تصراحاته خلال الفترة الأخيرة قال أن أبرز المرشحين في هذا المركز إذا تم الاستعانة بثلاثة تلاعبين في أولمبياد توقيو يكون محمد الشناوي أبرز هؤلاء الحراس وأبرز هؤلاء اللعبين أنا محتاج عنصر خبرة كبير جداً مع المنتخب في أولمبياد توقيو في الفترة اللي جاي الشنوي اسم كبير والفترة الأخيرة عامل مباراة كبيرة جدا منذ كاس العالم في روسيا محمد الشنوي يعتبر هو حارس مصر الأول خلال هذه الفترة وخلال الفترة القادمة